موسيقى اهلا بكم الى حلقةٍ جديدة من برنامج مدار الغد وفيها نتابع ثماني سنوات على التدخل الروسي في سوريا فماذا ارادت موسكو وماذا حققت وكيف انعكست حرب اوكرانيا على الازمة السورية في الثلاثين من سبتمبر من العام الفين وخمسة عشر بدأت روسيا بتنفيذ ضرباتٍ جوية في سوريا دعماً للرئيس بشار الاسد هذا التدخل شكل منعطفاً في النزاع السوري وسمح بتعديل موازين القوى ميدانياً لصالح دمشق ومني مقاتلو المعارضة بعد ذلك بانتكاساتٍ تل والاخرى وبعد ان ضمينت روسيا تفوق الرئيس الاسد واستعادة سيطرته على مجريات الصراع عمدت الى تحويل الانجاز العسكري الى انجازٍ سياسي وفي يناير من عام الفين وسبعة عشر رعت روسيا الى جانب تركيا وايران محادثات سلامٍ في كازاخستان لمحاولة وضع حدٍ للنزاع السوري وقد طغت محادثات أستانا على مسار مفاوضات جينيذ برعاية الامم المتحدة لكن سوريا تحولت في الوقت نفسه الى حلبة منافسةٍ بين قوى خارجية ذات مصالح متناقضة وتسيطر هذه القوى على مساحاتٍ داخل الاراضي السورية كما عمدت الى تشكيل وتمويل ميليشياتٍ محلية ومع اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير من العام الفين واثنين وعشرين بدأت الصفافاتٌ دوليةٌ وإقليميةٌ جديدة تتشكل بين مؤيدٍ لروسيا وآخر لأوكرانيا وثالثٍ يتوسط المسافة بينهما فكيف انعكست حرب أوكرانيا على الأزمة السورية وكيف أثرت على طبيعة العلاقات المعقدة بين القوى الأجنبية الموجودة على الأرض السورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نفتح نقاش في هذا الموضوع مع ضيوفنا من موسكو الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية سيد ديمتري بابيتش ومن واشنطن الدبلوماسي السابق السيد بيتار هيمفري ومن الصنبول مدير معهد الصنبول للفكر السيد بكير أتجان أهلا بكم ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مدار الغد أبدأ معك سيد بابيتش بعد ثماني سنوات إذن من التدخل الروسي في سوريا ما الذي حققته موسكو؟ حسنا المنجز الأساسي كان وبصفة أساسية هو حقيقة أن سوريا لم تعد دولة إسلامية راديكالية وكانت بهذا المعنى تهديدا ليس فقط لروسيا بل لكل جوارها إذن الموقف تحول من سين إلى أسوأ في سبتمبر من عام 2015 اسمح لي أن أقول عندما انسحبت القوات الحكومية وكانت الدولة الإسلامية في العراق والشام انتشرت على مدار أحد عشر شهران بل وأمطرت سماء سوريا بوابل من القذائف واسمح لي كذلك أن أذكركم بأن الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش سيطرت على الموصل وغالي ذلك من المدن في العراق وسوريا إذن ما أظنه هو أن تدخل روسيا كان له تداعيات إيجابية بعد ذلك بدأت تتقلص نفوز داعش العامل المهم الآخر قال وهو أن حقيقة حكومة الأسد ليست بالطبع دولة ديمقراطية مثالية ولكن ثمت نوع من الاستقرار بعد التدخل الروسي وأن رئيس الأسد الآن هو عضو الآن بين أعضاء جامعة الدولة العربية بل وحضر اجتماعات القمة إذن شيئا فشيئا سوريا آخذة في مشوارها في أن تكون بين أحضان العائلات العربية هذه النقطة الثانية كذلك فإن تدخل روسيا والشرطة الروسية العسكرية حقق نجاحا كبيرا حتى وأن كانت روسيا كان لها نفوز في الداخل السوري واسمح لي أن أقول أنه رغم كل ما نسمعه مما تلوكه الوسائل الإعلامية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا سوريا لم تلعب دورا كثيرا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا إذن الموقف في سوريا كان إيجابيا تمام وضحت الفكرة سيد بابيتش إذن التداعيات إيجابية تريد أن تقول بعد التدخل من قبل روسيا في سوريا أيضا الحديث عن استقرار كان بشكل واضح بعد التدخل الروسي دعني أنتقل بهتين النقطتين إلى سيد هيمفري ضيفنا من واشنطن سيد هيمفري هل الواقع كذلك برؤية أمريكية التدخل الروسي في سوريا حقق استقرارا لهذا البلد حسنا التدخل الروسي في سوريا لم يكن له أدنى علاقة بالداخل السوري ماذا عن الموقف بين سوريا وروسيا روسيا التي كانت سابقة الانتحاد السوفيتي كانت تحاول استقطاب سوريا سياسيا وكانت سوريا بمثابة العميل الممتاز لروسيا طيلة عقود هذا واضح وكل ثقة في أن التدخل العسكري في روسيا موجود في الداخل السوري إذن لماذا تصر روسيا إذن على أن تكون في الداخل السوري لأن حليفها الأسد يمثل قاعدة لها أولا في أنها تمثل دعما لها في اللازقية وغير ذلك فأنها تمثل مصرحا من خلالها تطلق السفن إذن هناك فائدة جيوسياسية وهي حماية الظهير الروسي في الشرق الأوسط وهذا بالطبع يمثل حافز ودعما كبيرا وهذا ما جعل روسيا تهتم بالأسد حتى أنه كشخص هو عميل للجيس الروسي إذن المهمة الآن هي مجرسورة محدثة ما تحفظنا سيد همفي على هذا المصالح هو رئيس دولة عربية لا يمكن أن تتحدث بهذه الطريقة عنه بكل تأكيد نحترم رأيك في المقابل ابقى معنا سيد همفي سيد أتجان أنتقل لك في ضوء ما ذكر الآن الحديث عن دور روسي كبير في سوريا منذ عام 2015 حتى الآن كيف يمكن توصيف هذا الدور من وجهة نظر تركية وهل تأثرت تركيا بهذا تدخل باعتقادك؟ مساء الخير تحية لك ولي ضيوفك الكرام نعم للأسف الشديد تركيا طبيعي تأثرت ولكن لابد الرجوع إلى ما حصل ولو من ناحية تركيا من ناحية الولايات المتحدة من ناحية روسيا هناك صراع معروف بين روسيا والولايات المتحدة ليس في الشرق الأوسط في العالم ولكن دعنا نتكلم عن الشرق الأوسط وتحديدا سوريا سوريا كانت وما زالت البوابة للبحر الأبيض المتوسط بالنسبة لروسيا وعندما فهمت بأن التدخل الخارجي إن كانت حزب الله أو إيران أو حتى الجيش السوري غير كافي على حفاظ استمرار الأسد فكان لابد على روسيا أن تتدخل مباشرة وحصل في النهاية التدخل الروسي أيضا لأن وجدت بأن هذه التدخلات إن كانت حزب الله إن كانت إيران إن كانت نظام الأسد أقصدون الجيش السوري غير كافية على السيطرة على الوضع بشكل تام فدعت بأن هناك داعش كما قال ضيفك قبل قليل أيضا ولكن الروسيا والولايات المتحدة داعش لم تكن موجودة سيدة جام ودولة العالم كلها تفضل داعش تنظيم داعش الإرهابي لم يكن موجودا لحظة التدخل الروسي وأيضا الولايات المتحدة تحدثت في ذات الإطار وأن تدخلها كان من أجل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي ومحاربة الإرهاب نعم ولكن أقصد هنا في البداية لن تكن داعش أنا أقول في بداية السورة السورية لن تكن داعش والسبب التدخل هو يعني الشماعة كانت داعش لكل الدول بما فيها تركيا أيضا ولكن في الحقيقة ليست داعش فقط إذا كان صحيح كما يدعي ضيفك الكريم الروسيا قبل قليل يقول هناك دولة دينية متطرفة لا نريد التعامل معها حزب الله ليست مرزمة دينية متطرفة النظام في إيران ليست دينية متطرفة والأسوأ من الكل بالنسبة للولايات المتحدة التي انسحبت من أفغانستان والآن طالبان وكل الدول للأسف الشديد دول العالم تدعي بأن النظام في أفغانستان متطرف ولكن الكل لها علاقة جيدة تمام سيدة جان دعنا نتحدث في صلب القضية أن تتحدث عن تركيا حتى تركيا تدخلت ولم يكن هناك تنظيم داعش الإرهابي إذن لماذا تدخلت تركيا؟ أنا قلت الكل تدخلوا بإسم بحجة شماعة الأرهاب لا نقول فقط داعش وإنما على سبيل المثال عندما انتهت داعش قالوا هناك النصرة عندما انتهت تنتهي النصرة سوف يقولون بالنسبة لتركيا موجود حزب العمال الكردستاني إذا تنتهي حزب العمال الكردستاني سوف يقولون موجود يعني خلق شماعة من أجل الوجود الغربي للقوى الأجنبية أيضا في الأراضي السورية نعم ولكن كما هو معروف الغاية لا تبرر الوسيلة هذه مسائل ولذلك هذه الدول دخلت لحباية مصالحها يجب أن ننظر إليها من هذه المنظار وليس من منظار كما يدعى لأن بحجة داعش إلى الآن سوريا مقسمة إلى الآن سوريا مهجرة إلى الآن سوريا تحتاج إلى بناء إلى بنية تحتية انتهت إذن ماذا فعلوا؟ هل يدعون بأنهم جاءوا لمحاربة الإرهاب وانتهت الإرهاب؟ طيب إذن من الخاسر؟ من الذي ربح في هذه المعارك؟ ولكن سيدة جان دعني أنقل لك بعض من الأرقام 70% الآن من الأراضي السورية تسيطر عليها الحكومة في دمشق بعد أن كانت 21% فقط في عام 2015 ألا يعد ذلك إنجازاً بالنسبة للحكومة في دمشق ودعم روسيا لها ميدانياً على عجالة؟ لا أعتقد ذلك لأن ما زالت تركيا موجودة ما زالت روسيا موجودة ما زالت الولايات المتحدة موجودة ما زالت إيران موجودة ما زالت حزب الله موجودة ما زالت فرنسا موجودة ما زالت ألمانيا موجودة ما زال المحاربين إن كانوا تحت اسم داعش أو حزب العمال الكردستاني أو أحزاب أسماء أخرى موجودة في سوريا إذن ولكن الخاسر الذي طرت الذي قتل الذي شرت هو الشعب السوري كلهم خارج سوريا للأسف الشديد نعم سيد أتجان ابقى معنا سيد بابيتش أنتقل لك فيما ذكره السيد أتجان يعني لم يكن هناك تنظيم داعش الإرهابي بعد اشتعال الحرب في سوريا وأيضا هناك من يريد أن يختلق أي تشماعة من أجل تعليق وتسبيب الوجود للقوى الأجنبية على الأرض السورية كيف تردون؟ نعم حسنا لنضع الحقيقة في نصابها ما يسمى بداعش أو مؤخرا يطلقون عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش انتهت بنهاية 2016 فقط بعد أن كان رئيس الولايات المتحدة أخفق في مهاجمة الجيش السوري وكانت هناك اتهمات باستخدام أصلحة كيميائية لم يتم إثبات أي منها ولكن البعض يقول أنه تم استخدام هذا النوع من الأصلحة ضد جيش السوري بعد ذلك أعلنت داعش أنها تستزاول أنشطتها وعملياتها في سوريا بعد ذلك وقبل عام 2013 كانت الدولة الإسلامية في العراق والشام هل تسمعوني؟ نعم أسمعكم جيدا تفضل أكمل إذن وبالصفة أساسية في عام 2015 عندما تدخلت روسيا كانت داعش منفتحة وتمارس عن شرطها بغزارة فيها داخل سوريا سيد ببيت انتهى تنظيم داعش الإرهابي بشكل نسبي وفق تقارير ميدانية ماذا تفعل الخوات الروسية الآن بعد تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها بطلب من الحكومة في دمشق كما كان معلما؟ نعم تفضل سيد ببيتش اسمح لي أن أذكرك بالقانون الدولي أي تدخل أجنبي بحق دولة يمكن أن يكون ممكن فقط في حالتين إذا ما كانت الدولة المحلية أو الحكومة المحلية دعت هذه القوات الأجنبية لمساعدتها أو إذا ما خول مجلس الأمن حضور هذه القوى الأجنبية في هذا الدول إذن روسيا دعيت من قبل الحكومة السورية من قبل الحكومة السورية إذن تدخل روسيا كان قانونيا ولكن ماذا عن تدخل الولايات المتحدة؟ لم تدعى الولايات المتحدة من قبل أي حكومة ولسوء الطالع يمكن أن يحدث ذلك ونقول ذلك عن حضور تركيا في سوريا ذلك لأن الحكومة السورية عندما حاولت الحكومة الإيرانية والحكومة التركية أن تدخل مقاطعة محافظة إدلب وغير ذلك من المحافظات لم تكن بسماحية من الحكومة السورية إذن ما أظنه أن هذه ذريعة لأي حكومة في أن تدعو أي قوات أجنبية لحماية أمنها الدولية حتى فيما يتعلق بحزب الله إذا ما سألتني عن حزب الله هل أراه أنا جماعة راديكالية؟ لا لأنه يمثل حزبا سياسيا في لبنان وهو ممثل في البرلمان اللبناني إذن لا يمكن أن ننكر أنها قوة سياسية في دولة الجوار في لبنان دعني أنتقل بما قلت لسيد بيتر هينفري ضيفنا من واشنطن سيد هينفري إذا كانت روسيا دعيت من قبل الحكومة في دمشق من أجل العمل على أراضيها في مواجهة قوى الإرهاب كما تم الإعلام ماذا تفعل الولايات المتحدة على الأرض السورية حتى الآن؟ في المقابل السيد بابيتش يتحدث عن شرعنا لقوات من حزب الله يمكن أن تعمل في سوريا أو إيران السبب الرئيس هو تدخل روسي من دعا القوات الروسية لأن تكون في أوكرانيا؟ هناك بعض الحقائق السياسية أحد هذه الحقائق هو أن نظام الأسد بعد الإطاحة بداعش بدأ ينشط في شرق البلاد ومن ثم فإن داعش كانت تنوي الإطاحة بنظام الأسد ومرة أخرى فإن هذا أزعج تركيا تركيا كان عليها أن تتأكد أن أيما يكون الشعب الذي يعيش في سوريا هم حياديون ومن ثم فإنه كانت هناك أعمال ضد الأكراد في سوريا حتى أن حضور الجماعات الجهادية في سوريا كان حضوراً قوياً وحتى أن المسيحيون الموالون لنظام الأسد لم يكن لليحدث منذ قبل إذن الحضور الأمريكي هو حضور محدود للغاية وهو لمحاولة الإبقاء وتحقيق النجاح للمجموعة الأكراد ضد الجماعات الكبيرة لقوات فاجنر وما إلى ذلك وقوات فاجنر التي غادرت سوريا للمساعدة في الحرب الأكرانية تمام ابقى معنا سيد هينفري سيد أتجان يعني هناك بعضاً مما قاله سيد هينفري فيما يتعلق بتركيا وأيضاً تدخلها في سوريا لكن دعني أسألك عن ما الذي تمثله سوريا اليوم بالنسبة لتركيا هناك كان حديث منذ بداية هذا العام عن تقارب ما بين الحكومة في دمشق وأنقر الحديث عن لقاءات استخباراتية ومن ثم وصل الأمر إلى لقاء بين وزير الخارجية السوري والتركي بوساطة روسية اليوم ربما الأخبار مجمدة في هذا الإطار أين وصلت هذه المساعي من أجل التقارب ما بين الدولتين دعني أولاً أشير إلى نقطة زكروة ضيوفك يعني يتهمون تركيا بالتدخل تركيا تدخلت نعم وكانت للدعاء إلى الآن لمحاربة الإرهاب وبطلب من الجيش الوطني والاعتلاف الاعتلاف السوري الذي كان أيضاً معترف عليها إن كانت في الأمم المتحدة كجهة رسمية وحتى مرت فترة بأن الولايات المتحدة وبعض الدول قالت بأن النظام غير شرعي في سوريا ونحن إلى جانب الاتلاف في هذه الفترة دخلت تركيا وبناء على هذا الطلب لا أريد أن كما يفعلون ضيوفك قبل قليل بأنهم يشرعون الدخول أنا بشكل عام ضد التدخل إن كانت تركيا إن كانت روسيا إن كانت أمريكيا أو أي دولة أخرى ولكن من حيث المنطق التدخلات كلها تحتوي غطاء حسب إدعاءاتهم وهذه بعض الأحيان ربما خارج عن المنطق والقانون ولكن كل واحد يشرعينها كما يريد وبناء على حماية مصالحين ولكن بالنسبة للعلاقة السورية التركية نحن حدودنا تسطع 911 كيلومتر ولنا قرابة مع الشعب السوري وجيرة وحتى يعني تاريخ مشترك وسقافة مشتركة وعقيدة مشتركة وحتى مصير مشترك لأننا أخوة وأقرباء لذلك تركيا قالت وما زالت تصر على تقارب سوري تركي ولابد أن تكون نعم هناك تجميد قليلا ولكن إذا أخذنا بين الاعتبار تصريحات المسؤولين الأتراك في الفترة الأخيرة إن كان رئيس الجمهورية وحتى وزير الخارجية بأن لابد في الأيام القادمة سوف تشهد تركيا وسوريا تقاربا ملحوظا لأن لا توجد حل سوى الحوار بين بعضنا البعض إذا لن يكون الحوار الحل إذا غير موجود والحل هو الحوار سوف تكون بمثابة تقارب ليس فقط سوري تركي وإنما ربما تقارب الدول الأخرى التي هي خارج تدعي بأنها هي خارج اللعبة ولكن سوف تكون قبلت أن ننتقل في هذه اللعبة لأنه غير ممكن على الشعب السوري أن تبقى على هذا الشكل مشرد خارج بلده خارج أرضه ومشردين في دول العالم وحتى النظام غير ممكن أن يستمر بهذا الشكل مهما كانت الأسباب لذلك لابد أن تلقى حلا لشعبها إن كانت هذه تقارب تركي سوري أو إن كانت تقارب عربي أو تقارب مع الدول الأخرى بما فيها روسيا الولايات المتحدة الدول الغربية لأنه غير ممكن أكثر من 12 سنة ولا يوجد أي حل وعلى طريق الحل سيد أتجان هذه نقطة مهمة نفتحها في هذا الحوار مع سيد بابيتش نعود له مجددا على الصعيد السياسي سيد بابيتش موسكو فتحت مسارات للحل كمساري أستنى وأيضا سوتي بالتوازي طبعا مع مسارات الأمم المتحدة في جينيب لماذا توقفت هذه المسارات وهل بالفعل المسارات التي فتحتها روسيا أسست لهذا الواقع الاستاتيكو الموجود حاليا في سوريا الحل القائم على ما هو عليه حسنا أظن أننا ثلاثتنا نتفق على موقع الشعب السوري ولكن ما هو الخيار الأفضل والسيناريو الأفضل للشعب السوري كل المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تقدم لسوريا يجب أن تتضفق دون ما إعاقة لسوريا ودون فرض أي عقوبات من قبل الولايات المتحدة ومن قبل دول أوروبية هذا هو الحالة الأولى منذ في 100 عام نشهد أن دولة تعاني من حرب أهلية لا يساعدها دول غربية بل على العكس هم يحاولون فرض عقوبات ضد سيادة الشعب كذلك ما هي الأسباب وراء حضور الأمريكية في سوريا؟ الرئيس ترامب ذكرها صراحة هو الحفاظ على النفط وارجعوا إلى سجلاته ومقاطع المسجلة له وهو لم يهتم أصلا بالشعب السوري حتى أنه بالنسبة للحضور التركي روسيا ليست ضد هذا وتتفهم تماما أن تركيا وسوريا دولتان متجاورتان وكذلك أن رئيس بوتين نفسه ينخرط مع أي شخص سواء إذا كان ذاك رئيس سوريا أو حتى رئيس تركيا أو أي طرف يرغب حقا في المساعدة لحلحلة الموقف إذن هذا هو المسار قدما نحو رفع العقوبات وأن نترك مسارات النفط والغاز وكل شيء ومقدرات الشعب السوري لأن تتضفق دون ما إعاقى هذا والصوت والرأي الروسي بالنسبة للصالح أو لفائدة وما طامع بعض الدول الأخرى في سوريا هو أن تحافظ على أن تسقط الحكومة السورية في أيدي الجهدين وفي أيدي الراديكالين حتى ذكر زميلي التركي يقول أن هناك ائتلاف وطنية أو جيش وطني في سوريا لصوء الحظ أن هذه ليست الحكومة الشرعية اسمح لي أن أذكرك أن الغرب يغير المجموعات تحت مظلة أن هذا حضور شرعية أو حضور قانوني ما بدأ الحرب الميدانية في سوريا بدأت تحت هذه المسميات وتحت مسميات الإئتلافات وذكرت كلينتون هذا الأمر عن المجلس السوري ولكن حقيقة الأمر أن هناك حكومة سورية واحدة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ألا وهي حكومة الأسد والتي مثلت اجتماع الجامعة العربية مؤخراً والجامعة العربية مهمة إذا ما اعترفت الجامعة العربية بنظام الأسد فعلينا أن نأخذ ذلك بالاعتبار شكراً جزيلاً لكم ضيوفنا الكرام وتفضلوا بالبقاء معنا لمواصلة نقاشنا في هذه الحلقة بعد فاصل القصر أهلاً بكم من جديد مشاهدين في هذه الحلقة من برنامج مدار الغد ونواصلوا النقاش مع ضيوفنا من موسكو وواشنطن واستنبول والحديث الآن حول الوضع في سوريا وأفق الحل السياسي في هذا المحور أنتقل لسيد بيتر هينفري الدبلوماسي السابق ضيفنا من واشنطن سيد هينفري استمعت قبل الفاصل إلى سيد بابيتش وتوقفنا عند المسارات مسارات الحل الآن في سوريا سواء كان المسارات التي افتتحتها موسكو سوتي وأستانا وأيضاً مسار جينيف الأمم المتحدة بدايةً لماذا توقفت هذه المسارات وكيف يمكن العمل على رؤية تضمن تنفيذها واقعاً في سوريا وتلقى رضاً من المجتمع الدولي حسناً أنا أظن أن الفكرة هو أن أي حل أياً كان نوع طالما أن الأسد هو الحلف لأنه زوماً ما تكون هناك أن يكون رئيس علوي مسلم من ولا يكون من قوى المعارضة العلوي هم الفئة الأكثر دعماً للشيعة إذن الحضور حتى أن رئيس السوري وبالعودة إلى أبيه كانوا قلة مثلما كان يحدث الموقف في جنوب إفريقيا إذن مثل هذا الحل يمكن أن يحدث حتى أن تكون الغالبية ممثلة وأن تكون الحكومة سنية في سوريا فكرة أننا يمكن أن نتعامل مؤقتاً مع حكومة الأسد لخفض بحر الدماء هو أمر ممكن ولكن هو يمكن أن يكون حل مؤقت وكأنه مسكن وليس حلاً طويلاً روسيا تتحكم في المخارج والمنافذ الثلاثة الأساسية لسوريا وأخلقت هذه البوابات إذن لا تسألني ولا تقول لي أن في صالح روسيا أن يتتم عرق المساعدات الإنسانية والغذاء والطاقة روسيا هي من تعرق الدخول المؤنى الغذائية والأدوية وهذا أمر حرج حتى إذن روسيا تسأل عن هذا الأمر الأكثر أهمية كذلك هو أن حكومة الأسد الحكومة الروسية أدركت أنه قد تحدث ثورة في روسيا وقد تكون هذه الثورة إذا ما حدثت سوف تكون في صالح تركيا ربما قد تكون هناك بقيادة ميليشيات عسكرية في بعض الأجزاء السورية وهذا سوف يساعد الجيش السورية الحوري ضد الأسد وبعد ذلك الأسد بدأ في أن يطلب من المساعدة من إيران ومن روسيا وفجأة ودون مقدمات روسيا دعمت الأسد دون أي أهداف واضحة ماذا عن موقف ليبيا ذهبوا إلى ليبيا كميليشيات مدفوعة الأمر الجنوني والآن وبعد هذا النصر المغرور شكل واسمح لي أن أكمل إجابتي أن المصلحة الأساسية لروسيا هو أن يتأكدوا من أن مئات الآلاف من الشعب السوري يعيشون في هذا البلد ويدمرون مواز ميزانياته نعم بطمعنا سيد هينفري وضحت الفكرة دعني أرحب بضيفنا الذي انضم إلينا في هذا الحوار من دمشق السيد غسان يوسف الكاتب والباحث السياسي أهلا بك معنا وكامنا المفترض أن يكون معنا ضيفا في المحور الأول من دمشق ولكن لم نتمكن من الوصول إليه مع إصرارنا أن يكون معنا ضيفنا من دمشق السيد غسان يوسف الآن سيد يوسف تبعنا إذن مع ضيوفنا منذ بداية هذه الحلقة ثمانية سنوات على تدخل الروسي في الأراضي السورية ما الأهداف ما الذي تحقق في نظرة تقييمية برأيك برؤية سورية تحياتي لك والأستاذ المشاهدين والضيوفك الكرام طبعا عندما دخلت روسيا إلى سوريا كانت هناك الكثير من المجموعات الراديكالية الإرهابية التي مثلا داعش النصرة أيضا يعني العابرين للحدود الذين أتوا من الحدود التركية وبدعم من حلف الناتو والولايات المتحدة حوالي 140 ألف إرهابي كان هناك غرف الموق في عمان وغرفة الموم في تركيا وكانت الولايات المتحدة وحلفائها تقدم أحدث الأسلحة وأحدث القناصة وأحدث كل ما يحتاجه حول الإرهابي حتى سيارات الدفع الرباعي وغيرها كنا نشاهد هذه السيارات الحديثة مع داعش ولذلك كان لابد من تدفع روسيا لوقف هذا الجنون الذي قامت به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهم كانوا يلاحظ أنهم كانوا يستخدمون مثلا عبارة الدولة الإسلامية في العراق والشام هم كانوا يريدون أن يقيمون دولة ظلامية في سوريا والعراق تنفي كل أسار الحضارة السورية والعراقية ولاحظنا تدمير الأسار الممنهج وأيضا في سوريا والعراق والقضاء على كل ما هو حضاري في هذين البلدين ولذلك كان من المستغرب جدا أن تقوم الولايات المتحدة بإقامة تحالف في دعب داعش وهي تقول بأنها جاءت لتحارب داعش ولكن هذا غير صحيح يعني مثلا شاهدنا أرتال من دير الزور إلى تدمر ولم يقوم تحالف الدولي بضربها نعم سيد يوسف حتى نجمل الفكرة الآن يعني حققت روسيا الأهداف التي جاءت من أجلها في سوريا وهناك رضا سورية على الدور الروسي الذي لعب على مدار ثمانية سنوات ما فعلته روسيا أولا حافظت على بقاء الدولة السورية أيضا استطاعت أن تكسر شوكة الإرهاب وأن تكسر شوكة حلف شمال الأطلس في هذه المنطقة أن تفكك غرف الموم والموق وأن تعيد كل إلى حجمه اليوم قامت روسيا بمفاوضات مع تركيا قامت بإنشاء مجموعة أسيتانا خففت الضغط عن الحكومة السورية عن الدولة السورية يعني منعت تفتيت وتقسيم الدولة السورية وهذا أنا برأيي من أفضل الأهداف التي حققها تمام ومنعت إجراء الأرهاب مجموعات الأرهابية نعم واضح سيد يوسف أنت طرحت أمر متعلق بهذا الحوار في هذا المحور الذي فتحناه قبل قليل مع ضيفينا قبل أن تدخل معنا في هذا الحوار موضوع الصعيد السياسي أفق الحل الآن برؤية سورية كما أشرنا قبل قليل معك أين ذهبت مسارات الحل أستانا سوتي أيضا مسار جنيف الأمم المتحدة وما المسار الأفضل بالنسبة لسوريا يعني طبعا مسار جنيف توقف بسبب يعني الضغوط الأمريكية وبسبب يعني لا يوجد طرف معارض يدعم أو يكون شريك للحكومة السورية بقي لدينا مساران مسار اللجنة الدستورية التي ستفعل قريبا ومسار أستانا طبعا يعني الدول الغربية غير مخرطة بمسار أستانا يعني تعرف مسار أستانا روسيا تركيا إيران وطبعا يعني المعارضة السورية وسوريا أما مسار اللجنة الدستورية فهو المعارضة ويعني الحكومة السورية والمجتمع المدني أنا أعتقد يعني بأن الدول الغربية غير جادة في الوصول إلى حل سياسي يعني لا يمكن لها أن توافق على أي حل سياسي هي اليوم تناصب الدولة السورية العداء يعني لاحظ مثلا قانون قيصر خرجوا علينا بما يسمى قانون محاربة الكبتاكون خرجوا علينا بقانون محاربة الطبيعي يعني هم اليوم يقرون القرار فيعاقب مثلا السعودية إذا أقامت علاقات مع سوريا مصر إذا أقامت الصيم غيرها يعني يريدون أن يغنقوا الشعب السوري ويقولون هذه العقوبة الدقيقة أن هذه العقوبات ضد الحكومة وهذا غير صحيح هم هم يعاقبون الشعب السوري الموجود ضمن الأراضي التي تتواجد فيها الحكومة السورية ويحاولون أن يبحثوا عن أي كيلومتر واحد قارس سيطرة الدولة تمام ابقى معنا سيد يوسف سيد بكير أتجان نعم أنتقل لك سيد أتجان يعني بدون التعقيب على ما مضى سمعنا للرؤية السورية حتى ننضي قدما في هذا المحور والحديث عن أفق الحل السياسي خلال المرحلة المقبلة ما الذي تريده تركيا من سوريا وعلى أي أساس يمكن أن يكون الحل مرضيا بالنسبة لها نعم سيدة تجان صر على وحدة الشعب السوري ووحدة ووحدة الأرض السورية وحدة الشعب السوري ووحدة الأرض السورية فلذلك ومن مصلحة تركيا الحفاظ على وحدة الأرض السورية ووحدة الأرض السورية أيضا يعني الشعب والأرض ولكن نقطة لابد منها يعني طالما إلى الآن لن تجد هذه الدول حلا للشعب السوري على الأمم المتحدة أن تدخل على سوريا وتطلب بانسحاب جميع القوة الداخلة إلى سوريا تركيا روسيا الولايات المتحدة إيران حزب الله الدول الأخرى جميع دول العالم أن تنسحب من سوريا وأن يكون هناك تفاهمات يعني بين الشعب السوري ولكن بطبيعي ب يعني تحت مزلط الأمم المتحدة سيدة تجاني ألا تعتقد ما تقول أنه معجزة أن تحصل يعني أن تنسحب القوى الأجنبية التي قدمت كثيرا ولكن لا يوجد حل سبقى في مكانها تدعم مثلا جبت النصرة من جهة تنظيمات إرهابية سيد العزيز نعم تفضل سيد العزيز يعني النظام يقول في سوريا على تركيا أن تنسحب النظام تقول على الولايات المتحدة أن تنسحب فإذا على كل الدول أن تنسحب لأن تركيا تقول إذا ما زالت هناك الدول الأخرى على سبيل المثال لولايات المتحدة التي تدعم الإرهاب على رأس حزب العمال الكردستاني فغير ممكن انسحابها غير ممكن لأنها هناك تهدي والروسية تدعي بأن وجود الولايات المتحدة غير ممكن انسحابها إذا أخذنا بالاعتبار الولايات المتحدة ستقول وجود تركيا ووجود روسيا غير ممكن انسحابها إذا لا يوجد حل بهذا الشكل وغير ممكن ومن الذي يقتل الشعب السوري من الذي يهجر الشعب السوري إذن الحل بانسحاب الجميع من الأراضي السوري إذن الحل الوحيد عفوا الحل الوحيد على القوة الأجنبية كلها بدون استثناء الانسحاب وأن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة ودعوة لجميع الشعب السوري أن يكون هناك حوار وتفاوض من أجل مستقبل سوريا سوريا الغد كما تقول في البرنامج سوريا الغد ولكن القرار يعود للشعب السوري وليس لتركيا أو لروسيا بكل تاكيد هي حرب داخلية وتدخلت الأطراف ابقى معنا سيد أتجان وضحت الفكرة ودعني أفتح محورا جديدا مع ضيفنا من موسكو السيد ديمتري بابيتش سيد بابيتش الآن نتحدث عن حرب روسيا في أوكرانيا هناك من قال أن هذه الحرب أثرت على الوجود والاهتمام أصلا الروسي في سوريا من خلال سحب بعض القوات الروسية للعمل في أوكرانيا وأيضا تجميد مصار أستنى على وجه التحديد نعم سيد بابيتش لم أسمع من فضلك هذا السؤال سيد بابيتش مرة أخرى هل أثرت الحرب الروسية في أوكرانيا على الوجود والاهتمام الروسي في سوريا؟ نعم لا لا أظن ذلك ونحن لم نشحد أي تغيرا أساسيا في الموقف في ترك حتى أن إدلب تحت قوات مضاد الحكومة وكذلك الولايات المتحدة عندما قتلوا أحد قائد الحركات الجهدية مثل البغدادي ومن أشيك أننا نستمع الآن من الولايات المتحدة أن محافظة إدلب هي من الصعوبة بمكان أن تصل المؤنة الغزائية والمستحضرات الطبية والصيدرانية إلى محافظة إدلب عندما كانت منذ ستة أشهر كانت إدلب ترعى أكبر زعي من إرهابي سيد بابيتش ليس موضوع الحلقة المساعدات الإنسانية وما جرى فيها هناك منف كبير يجب الحديث عنه لكن كان سؤالي واضحا حول الدور الروسي مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا تقول لا تأثيرات إذن كيف تفسر لنا الآن تجميد المسار السياسي أستنى للحال وأيضا تقارير ميدانية تحدثت عن انسحاب جزئي لبعض القوات الروسية في سوريا للعمل في أوكرانيا على عجالة الكوات الروسية لا تزال موجودة في سوريا بما يكفي لإنقاذ البلد من أي هجمات إرهابية بالطبع العدد ربما أصغر وأقل من عام 2015 فيما يتعلق بمسار أستنى فهو بمجب قرارات وأظن أن صاحب القرار ليس روسيا ولكن أود أن أقول أن تركيا وإيران شاركت في مسار أستنى والكلمة الأخيرة لدى الشعب السوري ونحن بالطبع استمعنا إلى سيد خنفري أن رئيس الأسد حتى أنه طرم أنه على قد الحالة لن يكون هناك سلامة في سوريا وأن خنفري هذا غير مقبول وهذا يمثل مشكلة أساسية في سوريا رئيس بايدن لا يفضل الشعب الروسي ولكن أود أن أقول ولن أقولها أن أتمنى أن رئيس بايدن ينعم بصحة جيدة حتى ينسحب ابقى معنا سيد بابيتش وضحت الفكرة في دقيقة سيد هنفري كيف أثرت الحرب الروسية في أوكرانيا على التنسيق الميداني بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا في دقيقة واحدة إذن سيد هنفري فقط أهان الشعب السوري يملي عليهم ما عليهم أن يفعلهم سيد بابيتش وضحت الفكرة فيما تقول سؤالي كان سيد هنفري مجددا سيد هنفري الحرب الروسية في أوكرانيا هل أثرت على التنسيق الميداني بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا؟ نحن نتحدث عن القوات الروسية في الداخل السورية وكذلك في أوكرانيا لأن الأمور لا تجري كما ترغب روسيا ولكن فيما يتعلق بسوريا هم يقودون عمليات وأنشطة وأنشطة إذن من الأهمية بمكان أن الجميع يرغب ويطمع في سوريا ولكن روسيا سوف تظل وتضع بحوزتها أنطاقيا واللازقية ولن يخادروا مثل هذه الأماكن إذن لا تحدثني عن الانسحاب هذا لن يحدث تمام في دقيقة سيد أتجان الموقف التركي من الحرب الروسية في أوكرانيا هل له علاقة بالملف السوري؟ في دقيقة لا ليس لا علاقة لأن العلاقة بين تركيا وروسيا وبين أوكرانيا تختلف تماما أعطيكم مثلا كعلاقة تركية مع إيران وسوريا الآن يختلفون تماما يعني دولتين تختلفان تماما ولنا علاقة مباشرة مع الدولتين وبشكل جيد ولنا مصالح وبناء على حماية هذه المصالح علاقات جيدة مع روسيا وعلاقات جيدة مع أوكرانيا بما تخدم مصالح الشعب الروسي والشعب الأوكراني والشعب التركي بالطبع ولكن هذه لن تؤثر للآن ولا في المستقبل على العلاقات السنائية بين تركيا من طرف وروسيا من طرف آخر وبين تركيا وأوكرانيا من طرف آخر أنتقل ختاما لسيد غسان يوسف ضيفنا من دمشق سيد يوسف من وجهة نظرك هل كانت بداية الحرب الروسية في أوكرانيا بداية لتراجع الدور الروسي في سوريا وإذا كان الأمر كذلك ما تخوفات دمشق من مآلات ذلك؟ لا لا لم يكن هناك أي تراجع للدور الروسي في سوريا ما زالت القوات الروسية تعمل بكامل جاهزيتها الطيران الروسية أيضا تعمل بكامل جاهزيته هناك تنسيق يومي وعالي المستوى بين سوريا وروسيا روسيا تعتبر أن سوريا هي عمق استراتيجي لها في هذه المنطقة ولذلك ما زالت القاعدة تعمل بكامل جاهزيتها ولن يكون هناك أي تغيير أبدا على الساحة في سوريا الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من دمشق سيد غسان يوسف شكرا جزيلا لك وشكر مصول لضيفنا من موسكو الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية سيد ديمتري بابيتش ومن واشنطن الدبلوماسي السابق السيد بيتر هامفري ومن اسطنبول كان معنا مدير معهد اسطنبول الفكرة سيد بكير أتجان شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام والشكر مصول لكم مشاهدين على كرم المتابعة هذه تحياتنا حازم إزميلي دوما في أمان الله اشتركوا في القناة